السلام عليكم كيف انتم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهيوات مع ايمان صليوا علينا بكيف ملعدا عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون وجبة عشاء سريعة جدا سوف نحضرها كيف ما ادكرت معكم بسرعة البرق ما غدي تحتاج منكم لا عجل لذلك فكنت مني ربي الفيديو اليوم والاقتراح اللي اعجاب دلكم والاستحسن دلكم اذا عجبكم الفيديو اليوم اخواتي ما تنسوني شي كيف ملعدا بلايكات دلكم وتتعليق الجميلة من زيتش نطول عليكم كتر دوسوا مباشرة سنشوفوا المقادر وطريقة تحضير كيف ملعدا فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج في الحشوة عندي هنا واح المقلى اللي وضعتها فوق النار اللي هي متوسطة عمت فيها كمية ديال الزيت بصلة كبيرة اللي عندي مقطعة رقيقة غدي نزيد له نيال الفلفل أنا عندي الاحمر والاصفر تقدروا تستعملوا اي نوع ديالفلفل انتم من توفرنا عليه غدي نضيف كذلك الملح ونخلي البصل والفلفل ديالي اتقلوا مع بعضيتهم شوية على هات الشكل هدا وده بغدي نضيف عندي كمية من صدر الدجاج اللي قطعت صغيرة طبعا تقدروا تستبلوا صدر الدجاج بالكفتة اللحم المفروم او إلا استعملوا اي حشوة بغيتونتمة حشوة ديال السمك ديال الحوت في حالي غدي تحضر برواة ديال الحوت او بس ديال الحوت بنفس الحشوة تضيف لحتى شعرية الصينية شعرية ديال أرز وتستعملوا ديال الحشوة أنا أستعملت حشوة اللي هي بسيطة وعادية فا استعملت صدر الدجاج كيف ما قدروا تستبلواها بأي حاجة بغيتونتمة نضيف نسبة توابل نسبة العقة الصغيرة فلفل اسود نسبة 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 توابل تسكن على توابل فلفل أسود سكينجبير و الخرقوم و الملح و تقدروا تزيدوا شوية الفلفل الأحمر الحار كيف ما ضفت أنا واحد نص ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر اللي عندي شوية حار و كذلك ضفت المعد نس المجفف أي البقدونس المجفف اللي طبعا تقدروا تستبلواه بين معد نسطري أنا غير متوفر على هداف كي يسهل عليك أن نسعمله سفي غدي نحرك واحد حريكة خفيفة و غدي نضيف ني عندي واحد نصب علبة عفوا من الدرى المعلقة هذا يبقى اختياري يا أخواتي لأن كيف يستعملوا هذه الأشياء المعلبة مرة 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 بعض الأحيان كنستعملهم أنا في الحشوة سفي ضفت نصب علبة درى المعلبة و غدي نخلي الحشوة لي غير خمسة دقائق باش تأخذ لديك البنت التوابل كمي اللي ضفنا له من بعد أخواتي غدي نزيد واحد شوية ديال الجبن مبشور طبعا أخواتي بالنسبة هذا الجبن كي بقى اختياري كنضيفه غير باش كي يعلك لي الحشوة و إذا كان شي جبن لكي كل مال هذا الجبن مبشور طبعا كي يزيد بنننا الحشوة و خدستعملوا غيجوا بنمو ثلاثة ديال الدهن و ثلاثة ديال القطع حتى هو من اللي كيدو بكي يعلق الحشوك يعد يوحل بننا أكثر طفيت على الحشوة ديالي أخواتي و بالنسبة لعجينة غدي تكون عبارة على الورقة ديال الفيلو طبعا زي لتستطيع عبارة على الورقة ديال الفيلو أخواتي غير هي في حال يعملpan والرووق اضافة اول ورقة الفيلو بالنسبة لفيلو اخواتي تدهن مزيدا اما بالزبدة اما بالزيت انا استعملت غير الزيت اخواتي ما في يمن دوب الزبدة فاستعملت غير الزيت حتى هو كالدوح القرمشة اللي هي رائعة سافي وغادي مضاء بين كل ورقة ورقة كندهن كيميا ديال السيت اذا استعملت ورقة ديال البسطيلة اي ورقة ديال الديول فكين الورقة اللي كتكون مدهونة بالزيت فلا داعي انكم تدهنوها فغادي تشكلوها وصفيع بنفس الطريقة اللي غادي نشكل انا هاد الفطائر هادو كيفما اذكرت معكم اخواتي الورقة ديال الفيلو شحل ما استعملنا ديال الورقة ما كتجي شبينها تماما لانا كتجي هي رقيقة بزاف على الورقة ديال البسطيلة وكتجي مقرمشة كتر من الورقة ديال البسطيلة وشحل ما عملنا ديال الوحدات ما كتبين شي كتجي كدو في الفم اذا استعملت انتم الورقة ديال البسطيلة فاكتفيوا فقط غير ثلاثة ديال الورقات ثلاثة ديال الورقات احتان اربعة ديال الورقات فقط باش مجيكمش بزاف ديال الورقة انا يا اخواتي قدي نوضع نصف الحشوة فهاد الفطيرة على شكل مستطيل قدي يكون عندي جوج ما غادي نعمل جوج ديال الفطيرات على شكل مستطيل مع بعض ديتم كيفما هدي تشاهدوا معايا فعنا الحشو جتني شوية قليلة هنتم كتشاهدوا معايا ثم اذا استعملتوا الحشوة مثلا ديال الحوت اللي كتكون حشوة ديال البسطيلة او البريوات اللي كتكون فيها الشعرية كتزكي لنا الحشوة شوية فغادي تجيكم طبعا غليطة الحشوة غادي تجي عمرة كسر من هدي ديالي صافي وغادي مدى اللمطة او اللين شكلة بحال هاد الشكل هادا طريقة كيفما موضح لكم الصورة سهلة اخواتي كتاخد منكم هذا الطبق ياخد منكم الوقت اللي غادي تحضروا فيه الحشوة والوقت ديال الطيب ديال فالفرران بسرعة كتطيب معاكم سافيوك تكون عندكم وجبة عشاء اللي هي الديدة الديدة بزا في اخواتي تقدرو على فكرة تحضروها مثلا بلي الاخوات اللي كيكونوا خدامين يعني الاخوات للعاملات فتقدرو تحضرو هاد الوجبة بلي بحال هاد الشكل هادا تغطيها بلاستيك غدائي وتضعوها في الثلاجة سافينا غادي تحضروها للغداء او للعشاء كتخرجوها من الثلاجة وكتضيف لها الخطوة اللي غادي تقسم معاكم دابا ودخلوها الطيب في الفرن يعني شكلها باللي اللي نبغيتو وضعوها في الثلاجة ما كيوقع لحتي شي حاجا سافينا غادي نستمر بنفس الطريقة غادي نشكل الفطيرة الثانية فبالنسبة هاد الورقة دي الفيلو الاخوات اللي ماشي من المعرب بالخصوص الاخوات دينا من مصر كنظن كيقولون هاد الورقة دي الفيلو ورق القلاش كنظن؟ يجب أن تستعمل ورق الفيلو لا أتأكد أن تستعمل ورق الفيلو لا تستعمل ورق الفيلو نستعمل ورق الفيلو قطعم على شكل مربعات او مستطيلات او لبحل هيدا متلاتات اللي بغيتو في هذه مدى نقطعم انا بحل هاد الشكل هادا كيجيشكي للمزيونين فبالنسبة للفران اخواتي انا في هاد الاثناء شاعلت يسخن يعني من اللي بديت كان قطع هاد الفطائر ديالي شاعلت يسخن على درجة حرارة ميتين درجة النار من الاعلى ومن الاسفل غادي نخليه يسخن على ما نحضر معاكم الخلطة اللي غادي نضيفه على الوجه ديال هاد الفطيرة غادي نحتاج هاد الخلطة عندي حبتين من البيض غادي نطربهم مزيان مع بعطيتهم من بعد غادي نضيف اخواتي عندي نصف كأس من كريمة السائلة الخاصة بالطبخ هو مع هاد الخلطة اخواتي كالضف الحليب انا كنت مصفر على هاد الكريمة السائلة فاستعملتها يعني ماشي ضرورية قدر تستجلوا هاد الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ بالنصف كأس من الحليب اللي تضيفهم هاد الحبتين ديال البيض ضيفت كذلك واحد شوية ديال الملح قبصة ديال الملح غادي نطرب الكل جيدا وغادي ناخد هاد الخلطة وغادي نفرغاء فوق الفطيرة ديالي فما تخافوش تقول الورقة ما غادي تجيبكم شي مقرمشة فاكتجي مقرمشة رائعة جدا سافي غادي نحاوي نفرغة عفوا في اللول بتتساوي يعني كل واحدة نعمل عليها شوية عاد من بعد من اللي غادي تتبقى لديك هاد الخلطة هادي غادي نفرغاء لكل شي سافي كيف ما كنت شاهدو معايا هنا فقط غير باش ندخل ديال الخلطة بين كل واحدة ووحدة وهذا يبقى لي التزيم بالنسبة للتزيم تقدروا تخلي وغير بحال هيدا انا فضلت انا ينزينا عندي هنا حبوب الخاشخاش تقدروا تستبدلهم بحبوب الشياء او للجنجلان اي حبوب السيمسيم اللي بغيتو زينو الوجه ديالا باللي بغيتو غادي نسالي اخواتي وغادي ندخلها في الفرن كيف ما اذكرت معاكم درجة الحرارة ميتين درجة في اللول غادي نخليها وحد خمسة ديالتقايق كتطيب على درجة حرارة ميتين درجة النار من الاعلى ومن الاسفل من اللي كنشوفوها بدت شوية كتتحمر كننزلوا درجة الحرارة من ميتين الى ميت وتمانين درجة كيف ما اذكرت معاكم من اللي تدوز ديك عسرة ديالتقايق اللولة تبدو تشوفو بان الفطيرة ديالكم بدت شوية كتتتحمر على الوجه ديالا نزلوا درجة الحرارة يعني نقصوها شوية ميت وتمانين درجة وخليوها تكمل طيب ديالا وتتقرمش مزيان حتى من الداخل سفي هنا يا كان عاودنا نقطع بالموس القطع ديال اللي كنت قطعت في الول وكيكون هذا هو الشكل نهائي ديال الفطيرة ديال اليوم اللي كيف ما اذكرت معاكم سريعة جدا كتأخذ معاكم الوقت ديال الحشوة وديال الطيب ديالا وكتجي الديدة الديدة ما تشبعوشي منا حقا ما تشبعوشي منا نتمنى يا ربي الفيديو الاقتراح دياليوم يكون الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم وتكون عجبتكم هاد الفكرة واذا عجبكم الفيديو دياليوم اخواتي ما تنسوني شي كيف ما العذاب للايكات ديالكم وتتعليق جميلة وتبرتجوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم لبقى من ضمشي القناة كنقولكم مرحبا بكم والف مرحبات طبعا غادي تنوروني احبكم في الله وإلى الفيديو القادم ان شاء الله تهلوا لفرسكم بزا وبسلامة